الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم الغلو وخطر الغلو ثم الغلو ثم الغلو نسمع كثيرا التركيز في المذاهب الإسلامية كلها التركيز على خطر الغلو في رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الغلو باطل الغلو خطأ الغلو خطر نعم الغلو باطل بلا شك الغلو خطأ بلا شبه الغلو خطر حتما ولكن الجانب الآخر يهمل أو على الأقل لا يركز عليه الجانب الآخر التقصير في حق رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه الأصوات التي نسمعها قلت في كل المذاهب أبناء كل المذاهب حتى في صفوف الشيعة هذه الأصوات التي ترتفع لتجنيب المؤمنين عن الغلو عشرها لا نسمعه لتجنيب المؤمنين عن التقصير أي الخطرين أكبر أيهما أكثر انتشارا في صفوف المسلمين كم هي نسبة الغلاط في رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ربما أقل من اثنتين بالمئة في صفوف المسلمين كم هي نسبة المقصرين في حق رسول الله وأهل البيت ثمان وتسعين بالمئة الآيات القرآنية التي تحدثت عن الغلو عن إبعاد الناس وتجنيب الناس عن الغلو في رسول الله وأهل البيت كم هي قليلة الآيات القرآنية التي ركزت على إبعاد الناس وتجنيب الناس عن التقصير في حق رسول الله وأهل البيت كم هي بالعشرات إلا ما أقل بالمئة الأحاديث الشريفة التي تبين خطر وخطأ الغلو في رسول الله وأهل البيت كم هي قل بالعشرات الأحاديث الشريفة التي تبين خطأ وخطر التقصير في حق رسول الله وأهل البيت كم هي إن لم أقل بالآلاف فهي بالمئات حتما عشرات الأبواب من الروايات الشريفة هاي الخطرين أكثر انتشارا تركيز لا تغالي لا تغالي نعم الغلو باطل الغلو خطأ وخطر ولكن هذا خطر صغير قلة كنسبة قلة من الناس من المسلمين يقعون في هذه المشكلة ذاك الخطر الأكبر الذي تقريبا كل المسلمين قد وقعوا فيه نسمع كثيرا وسمعتم على مر الخط الله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم رسول الله بشر نعم رسول الله بشر أصلا هذا الشيء بديهي رسول الله بشر نعم بشر بشر مثل سائر البشر نعم شكله مثل سائر البشر نومه ينام يأكل مثل البشر يركب على مركوبات بشرية يسكن في دور بشرية يمشي في الأسواق يتكلم مثل البشر لا شك هذا بديهي أصلا رسول الله بشر مثل بقية البشر أحد يشك في ذلك أصلا هذا أمر بديهي ولكن أنت الذي تركز على هذه الكلمة وهي بديهية ولا ينكرها أحد أصلا لا ينكرها عاقل الناس كانوا يرون النبي صلى الله عليه على بشر بشر مثل البشر في أكثر تصرفاته في أكثر مظاهره مثل سائر البشر نعم أنت الذي تركز على هذا المقطع لماذا نسيت المقطع التالي نفس الآية المقطع التالي مباشرة هو بشر بشر لماذا لا تركز على الفارق بينه وبين سائر البشر الفارق المذكور في نفس الآية القرآنية بدون أي فاصل يوجد فارق قل إنما أنا بشر مثلكم الفارق ما هو يوحى إلي يوحى إلي وحي الله عز وجل في آية قرآنية يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ما هو الوحي هنا الطرق منحصرة في ثلاثة طرق بين خطاب الله سبحانه وتعالى وأحد من البشر العظماء طبعا الله عز وجل لا يخاطب البشر العاديين خطابا بهذه الطريقة والعظماء سادة الأنبياء سادة الرسول الطرق ما هي ثلاث طرق أو ثلاثة طرق فقط ولا غير الأعلى الوسط الأدنى الأدنى كنسبة طبعا الآية المباركة ذكرت من الأعلى وتدرجت الثالث وهو الأدنى إرسال ملائكة جبرائيل ينزل على نبي من الأنبياء على رسول من الرسول ميكايل ينزل الملائكة غيرهما أيضا الملائكة تنزل على بعض الرسل والأنبياء هذه الطريقة الثالثة أو يرسل رسولا رسول من الملائكة جبرائيل غير جبرائيل طبعا جبرائيل نادرا ما كان ينزل قبل نبي صلى الله عليه وآله ملائكة أخرى كانت هذه الطريقة الثالث التي شملت مجموعة من الرسل والأنبياء هناك طريقة أعلى من هذه الطريقة تلك الطريقة اختصت بقلة قليلة من الرسل ومن سادة الرسل وهو طريق الخطاب عبر حجاب حسب تعبير القرآن الكريم أو من وراء حجاب كما حدث لموسى كريم الله على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خلق الصوت في حجاب في واسطة في شجرة أو غير شجرة أي مثلا هذا من وراء حجاب عبر واسطة الطريق الأعلى الوحي الوحي له مصطلحات عديدة وله معاني عديدة هذه الكلمة تستخدم في معاني عديدة هنا بقرينة تقابل الوحي بالنسبة للطريقين الآخرين الوحي هنا بمعنى الارتباط المباشر بين بشر وبين الله عز وجل لماذا أقول ارتباط مباشر؟ لأنه إرسال ملائكة هذا طريق عبر حجاب حسب تعبير القرآن الكريم من وراء حجاب هذا طريق آخر الوحي صار حسب تعبير العلماء قسيماً لهما يعني قسم ثالث إذا لم يكن لا عبر إرسال ملائكة لا عبر حجاب يعني واسطة إذن هو بدون واسطة الارتباط المباشر لمخلوق بالله سبحانه وتعالى الأول يعني الأدنى كان لمجموعة من الرسل والأنبياء الثاني لعله اختص فقط بأول العزم ولعله ليس كل أول العزم وجدوا هذا الطريق المشهور موسى بن عمران الله عز وجل كلمه بهذه الطريقة ولعله أقول لعله أيضاً بقيت إلى العزم كانت عندهم هكذا طريقة للخطاب من الله سبحانه وتعالى يخلق صوتاً في مخلوق عبر حجاب أما الطريقة الأولى الطريقة الأولى لا أنكر ولكن لا أتذكر لا أعرف أن أحداً من الأنبياء أن أحداً من الرسل أن أحداً من المخلوقات حتى غير البشر الله عز وجل جعله يرتبط به عز وجل ارتباطاً مباشراً هذا إما لم يحصل أصلاً لأي واحد من الأنبياء والرسل والملائكة سيد الملائكة ما عنده هذا الطريقة جبرائيل طيلت حياته مرتبة ارتباطاً مباشراً بالله عز وجل ما خاطبه الله سبحانه وتعالى خطاباً مباشراً ولعله إلى آخر أمره أيضاً لن يحصل له ذلك لعله هذا السيد الملائكة الذي بيده كل الكائنات كل هذه المخلوقات بيد جبرائيل هو قائده هو رئيس الملائكة سيد الملائكة والملائكة تدير كل هذه الكائنات جبرائيل ما حصل له بقية الرسل لا أتذكر يعني سادة الرسل قصدي إبراهيم حصلت له لحظات ارتباط مباشر بالله عز وجل ربما لم تحصل له ولا لحظة في حياته نوح موسى عيسى لعله ما حصل له هذه الطريقة وإن أقول وإن وإن حصل ذلك لأحد من سادة الرسل لعله لحظة واحدة في كل حياته لحظتان لعله أقول ارتباط بدون وساطة رسول بدون وساطة ملك ولا خلق صوت في حجاب في واسطة بدون حجاب هذا الوحي الله عز وجل يقول عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله إن هو إلا وحي يوحى اللهم صلى على محمد وعليه هذا الشيء الذي لم يحصل لسادة الملائكة ناهي عن بقيتهم هذا الشيء الذي ربما لم يحصل لسادة البشر وهم الأنبياء أولي العازم أو إن حصل لعله ثواني في كل حياته هذا الشيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله متى ما شاء الارتباط المباشر بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الله عز وجل لم يكن لحظة ولحظتين متى ما شاء فهو يرتبط لا كلامي غلط لا متى ما شاء هذه الكلمة خطأ بل في كل لحظات حياته العبارة في الآية القرآنية ليست متى ما شاء دائما كان هكذا دائما كان عنده ارتباط مباشر بينه وبين الله عز وجل لأن الآية القرآنية تقول إن هو إلا إن أداة نفي يعني مثل ما ولا نفي نفي واستثناء نفي وإلا النفي والاستثناء يفيد الحاصر يعني فقط هكذا يعني كل حياته هكذا كانت إن هو يعني ما هو إن هو إلا وحي يوحى اللهم صلى على محمد وعلى محمد عجل فرج ليس متى ما شاء في كل لحظات حياته هو مرتبط ارتباطا مباشرا بالله عز وجل اللهم صلى على محمد وعلى محمد تقرأ قل إنما أنا بشر مثلكم لا تقرأ يوحى إليه تركز على إنما أنا بشر مثلكم الذي هو بديهي أصلا واضح لا يحتاج إلى تركيز كل الناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعليه بشر مثل بقية البشر هذا الشيء الواضح البديهي الذي كل البشر يعرفوه ولا يوجد أحد ينكره هذا الشيء تركز عليه يوحى إليه لا تركز عليه المشكلة ليست مشكلة الغلو المشكلة مشكلة التقصير ثم أنت تقرأ هذه الآية القرآنية وتركز عليها لا رسول الله بشر بقية الآية القرآنية تنساها التي ذكرت استثناء النبي صلى الله عليه وعليه في عالم الوجود الله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يا أخي أعلى درجات ولاية الشخص على نفسه هو أنا ولي نفسي ولي ولاية تكوينية أنا أحرك نفسي كيفما أشأ أتكلم أو أسكت أحرك يدي أو أسكن يدي أحرك رجلي ولاية تكوينية للإنسان على نفسه هذا أعلى درجات الولاية الولاية التشريعية أنا من حقي شرعاً أن أفعل أموراً هذه هي ولاية أن أقول شرعاً ليس تكويناً فقط من الناحية الشرعية يجوز لي إذا لم يكن الكلام كذباً إذا لم يكن محرماً يجوز لي أن أقول الكلام الذي أشاء ولاية ولاية تشريعية ولاية تكوينية وولاية تشريعية للإنسان على نفسه هذه أعلى درجات الولاية لا الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني ولايته التكوينية علي أولى أعلى أقدم ما أعرف القرآن يقول أولى العبارة الأدق أولى عبر أعظم عبر أقدم عبر أشمل عبر ما شئت القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولاية النبي تكويناً علي أولى مني على نفسي الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله ماذا يحق لي أن أصنع يحق لي شرعاً أن أصنعه أن أصنعه بنفسي ماذا يحق النبي صلى الله عليه وآله يحق له ذلك ويحق له فوق ذلك هذه الآية لا تذكرها لا تذكرها تنساها هذا المقام لمن كان غير محمد وآل محمد صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى يقول وما هو على الغيب بضنين النبي صلى الله عليه وآله ليس ضنيناً ليس بخيلاً على الغيب لا يبخل على الغيب يعني ماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا وجد ظرفية إذا وجد أهلية لشخص يعلمه الغيب يعني النبي صلى الله عليه وآله هو معلم الغيب ليس عالم بالغيب فقط معلم الغيب ليس بخيلاً ليس ضنيناً بالغيب من من الخلق كان معلم الغيب غير محمد صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى هذا الآية تنساها أو تقرأها ولا تفسر تقرأها وتمشي تقرأها ولا تركز على الأقل الله سبحانه وتعالى يقول قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يعني علم كل الكتاب ليس علم من الكتاب ليس الجزء كل من من الخلق لا أقول من من البشر البشر لا يوجد فيهم أحد من من الخلائق كلها الله عز وجل أعطاه علم الكتاب علم كل الكتاب غير محمد وآله محمد صلوات الله الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء كلام الله عز وجل هذا هذا ليس كلام إنسان عادي ليس كلام مخلوق كلام الله سبحانه وتعالى بمنته الدقة وكل شيء كل نحن عرب الحمد لله نفهم كل شيء كل شيء يعني كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين من من الخلائق كلها من كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى من تصدق هذه الآية القرآنية عليه من الذي أحصى الله جمع الله عز وجل كل شيء فيه غير محمد وآله محمد تقصير يا أخي أين الغلو الغلو احتماله بعيد عن المسلمين يقع نسبة ضئيلة منهم في الغلو نسبة ضئيلة المشكلة مشكلة التقصير هذا ليس تقصيرا أن نركز على تلك الآية وتلك الآية لا تنكر طبعا واضحة أصلا بديهية وننسى كل الآيات التي ذكرت استثنائية رسول الله استثنائية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام استثنائيتهم في كل الخلق أولا معرفة هذه الأشياء هذه الأمور أن نقلل نسبة تقصيرنا في حق رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أولا لكي نعرف حدودنا تجاههم لا أكلم أناس بعيدين عن الإيمان أكلمكم أنتم المؤمنين نحن أجواء إيمانية أجواء المتدينين ناهيك عن الآخرين لا أخذ الحساب العياذ بالله المؤمنون المتدينون أحيانا يقعون في قلة أدب تجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نعرف عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى نكون في التعامل معهم في القول معهم بمنتهى الأدب يا أخي أعرف أنا أخاطب من أخاطب رسول الله من هو رسول الله من أنا حتى أخاطب رسول الله أعرف حدودي الذي يجه المقام العظيم لا يتعامل معه تعاملا صحيحا تعامل بقلة أدب من دون قاص ليس إنسانا خبيثا إنسان مؤمن متدين ولكن لعدم معرفته به عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا أقول لعدم معرفته لعدم معرفتنا نحن المشكلة مشكلتنا أيضا العياذ بالله تعالى أحيانا لحاجة وحاجة دنيوية الإنسان يقلل الأدب هو مع إمام من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأنه لا نفهم لأنه في كل بالي أنه هو بشر مثل بقية البشر من دون هذه الاستثنائيات من دون هذه العظمة نحن أمام أهل البيت صفر إخواني صفر يعني صفر لا أقصد قريب من الصفر أقصد صفر يوجد دليل لهذا هذا كلامي ليس مجرد كلام نحن أمام أهل البيت صفر يعني صفر يعني لا شيء يلزم أن نكون متواضعين نتذلل لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثانيا بمقدار ما نحن الصغار أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ببركة الارتباط بأهل البيت نحن عظماء عظماء بالنسبة له غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذي يرتبط معادلة واضحة لكلنا معادلة تكوينية الذي يرتبط بالعظيم يكسب لنفسه شيء من عظمة هذا العظيم طبيعي معادلة واضحة تأخذ تكسب من عظمته لقربك منه لارتباطك به أولا أن نعرف حدودنا مع أهل البيت نتذلل أقول نتذلل هذه الكلمة مادة الذل واردة في روايات وروايات شريفة أن يتذلل الإنسان أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نحن أذل لا نحن لا شيء في نفس الوقت يكون الإنسان ببركة ارتباطه بأهل البيت عزيزا أقرأ لكم حديثين شريفين قبل أن أقرأ لكم الحديثين الشريفين الكعب المشرفة كم هي عظيمة قمة العظمة أم القرى أم يعني ماذا؟ أصل القرى تعلمون الأرض كلها انبسطت من تحت الكعب المشرفة كعبة جدا عظيمة هذه الكعبة العظيمة قلت أمرين صح نتذلل أمام أهل البيت ونكون عزيزين ببركة ارتباطنا بأهل البيت أمام الآخرين هذه الكعبة المشرفة مصداق مصداق للأمرين أقرأ حديثين شريفين الحديث شريف الأول لا تستغرب هذه حقائق يقبلها الذي يريد أن يقبل الذي لا يقبل لا يقبل الحقيقة لا تتغير بالقبول أو هدم القبول في كامل الزيارات في حديث صحيح السند الله عز وجل يخاطب حديث قدسي الله عز وجل يخاطب الكعبة يخاطب الكعبة الكعبة العظيمة المعظمة المشرفة يخاطبها خطابا شديدا جدا الله عز وجل ما عنده مزاح مع خلق الله عز وجل ما عنده مجاملة مجاملة باطلة قسني مع خلق صريح هو إله هو الله عز وجل كل شيء بيده كعبة الكعبة لي عظيمة عند الله عز وجل مخلوق صغير لاحظوا الله عز وجل كيف يخاطبها عندما أقول نكون أذلاء أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الحديث الصحيح السند يخاطب الله عز وجل في مقطع من الحديث الشريف يقول فقري أيتها الكعبة قري فقري واستقري وكوني دنيا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء الله عز وجل كربلاء 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 أنتي أرض الكعبة أم القرى أم الأرض لا أرض كربلاء ليست من الأرض أرض كربلاء جئ بها من أعلى نقطة في الجنة جئ بها الله صلى الله محمد لاحظوا العبارات الشديدة العجيبة خطاب من الله عز وجل لأرض الكعبة أنت عزيزة عزيزة لا أمام أرض كربلاء دير بالك وإلا فقري واستقري وكوني دنيا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا طبعا أرض الكعبة مطيعة هذا مجرد فرض لو أردتي أن تستعظمي أمام أرض كربلاء ما كنتي ذليلة لأرض كربلاء ما كنتي دنية لأرض كربلاء وإلا قلت لكم حديث صحيح السند وإلا سخت بك يعني خسفت بك وفي نسخة أخرى خسفت بك المعنى نفس المعنى وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم أنت أرض الكعبة إذا تجاوزت حدودك أمام أرض كربلاء أرض الكعبة لتكوني أرض الكعبة طبعا لا تستعى أرض الكعبة أرض الكعبة مطيعة فرض مجرد فرض هذه النقطة الأولى هذه الرواية عن النقطة الأولى أن نكون أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمنتهى التواضع بمنتهى الذلة أقف بكل سهولة نذهب الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة الحمد لله نذهب بكل ارتياح إلى مراقبهم الشريفة سهل أقف أمام ضريح أمير المؤمنين أمام ضريح سيد الشهداء صلى الله عليه في هذه النصف من الشعبان يذهب المؤمنين الحمد لله يذهب المؤمنون الحمد لله رب العالمين إلى زيارته سيد الشهداء هذه الزيارة العظيمة ناقف اعرف حدودك أنت أين واقف أنت واقف أمام هكذا عظمة وكل شيء أحصناه في إمام مبين كل شيء كل الخلق هنا اعرف حدودك هذا أولا ثانيا قلنا ماذا أن نعرف عظمتنا ببركة أهل البيت بالنسبة إلى غيرهم أقرأ حديث قرأته عن الكعبة حديث ثاني أيضا عن الكعبة الكعبة كما هي عظيمة لماذا الكعبة هكذا عظيمة الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وعليه قال يا علي في مقطع من حديث شريف يا علي إن الله عز اسمه عرض ولايتك على السماوات فسبقت إليها السماء السابعة فزينها بالعرش إلى أن يقول صلى الله عليه وعليه ثم عرضها والآيتك يا علي ثم عرضها على الأراضين فسبقت إليها مكة فزينها بالكعبة اللهم صلى الله عليه وعليه حتى نعرف لماذا الكعبة عظيمة الكعبة أول شيعية من الأراضين إن صح التعبير الأراضي الأخرى أيضا شيعية ولكن أول شيعية هي الكعبة أول أرض كل الأراضي قبلت ولكن هي قبلت قبل سائل الأراضي الله عز وجل عظمها ببركة الارتباط بأهل البيت الله عز وجل يعظم جعل هذه الأرض أرض الكعبة مطاف المسلمين على مر العصور ببركة ارتباطها بأهل البيت بقيت الأراضي أيضا ارتبطت هذه الأرض ارتبطت قبل سائل الأراضي عمها الله عز وجل ثالثان الله عز وجل يقول قل يا رسول الله قل اللهم مالك الملك خمسة أشياء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الخامس بيدك ماذا الخير يعني هذا الاستغراقية يعني شمول يعني بيدك كل خير صحيح الله عز وجل بيدك كل خير صح تريد الخير من لا يريد الخير تريد بعض الخير يوجد بعض الخير الحمد لله رب العالمين الله عز وجل أنعم علينا بكثير من الأمور فيها الخير فيها بعض الخير فيها خير أما إذا كنت تريد أما إذا كنت تريد كل الخير في الحديث الشريف من أراد الله به الخير أيضا هناك الخير الخير يعني كل الخير هنا أيضا الخير توجد روايات شريفة من أراد الله به خيرا إذا أراد الله بعبد خيرا هذا خيرا خير من الخير لا من أراد الله به الخير طبعا الخير الذي له قابلية أن يستقبل هذا المقدار من الخير كل إنسان له جزء من القابلية بالمقدار الذي له قابلية يريد كل الخير الذي له قابلية لتلقي هذا الخير من أراد الله به الخير كل الخير قذف في قلبه حب الحسين صلى الله عليه وسلم يعطيه شيء واحد هذا الشيء الواحد مجمع للخير مجمع لكل الخير كل الخير الذي له قابلية أن يستقبله طبعا الخير الذي يستقبله هو حبيب بن مظاهر سلام الله عليه شيء عظيم الذي يستقبله مؤمن عادي شيء أقل من ذلك المقدار لأنه قابليته أقل ولكن كل الخير تريد كل الخير في كلمة واحدة حب الحسين اللهم أصلى على محمد وكم هذه الكلمة جميلة حب الحسين صلوات الله عليه للحديث الصلاة بل صلاة حقا أتمنى أن نقف عند بعض تلك الصلاة لهذا الحديث أبارك لكم الذكرى العظيمة الجليلة الكبيرة العطرة منتهل سرور في هذه الذكرى منتهل عظمة في هذه الذكرى ذكرى ميلاد سيد شباب أهل الجنة ذكرى نزول النعمة الكبرى على الخلق ذكرى مولد سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين بن علي وابن فاطمة صلوات الله واسلامه عليهم الحسين أخي الحسن الحسين ابن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات اسمه الشريف ببركات اسم الحسين أن يقذف في قلوبنا حب الحسين وأن يزيدنا حبا له وأن يزيدنا خدمة له أن يرزقنا في الدنيا خدمته في الدنيا زيارته في الدنيا اتباعه في الدنيا والآخرة شفاعته في الجنة جواره اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة